وفق مجلس الوزراء على تفويدي وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر يأتي ذلك تنفيذ لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره وذلك في إطار حرص الدولة على التصدي لزيادات غير المبررة في أسعاره ومن جهة أخرى وتنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي بدعم المزارعين وتشجعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم الحالي من خلال حافز إضافية وفق مجلس الوزراء على صرف حافز إثثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيها ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفان